السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مكملين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هنبدأ النهاردة بتفاصيل مهمة جدا بعد غزوة بدر وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسرة وحنتعرف كمان عن قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنه وليه فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين زينب بنته وبين زوجها وحنعرف كمان قصة إجلاء أو خروج يهود بني قينقاع من المدينة وليه سيدنا محمد نقض العهد معهم بعد ما كان عامل وثيق التعايش بين المسلمين والكفار تعالوا نتعرف على كل التفاصيل المهمة جدا في حياة النبي دي بس في البداية نصلي على سيدنا محمد صلاة كاملة تفرج بها الهم وتقضي بها الدين وتحقق بها الأمال ولو شايفين إن المحتوى بتاعي هادف ويحتاج الدعم أتمنى أن أنت تشتركوا معي وما تنسوش اللايك وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان الخير ما يقفش عندكم وجزاكم الله الخير يلا نبدأ في البداية نتعرف كده مع بعض عن رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأسرة بعد غزوة بدر طبعا سيدنا محمد كان فيه سبعين شخص من الكفار توفهم أو ماتوا فبدأ سيدنا محمد يعمل حفرة ودفن السبعين شخص من الأسرة دول من المشركين دول في الحفرة دي وبعد كده وقف على قبرهم وقال لهم إيه قال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كده قال للرسول قال له يا رسول الله أتكلم الموتى قال فهم يسمعونني أكثر مما تسمعوني يا عمر وبعد كده مشي سيدنا محمد وطبعا كان معاهم أسرة من المشركين فلما وصل سيدنا محمد للمدينة قال للصحابة استوصوا بالأسرة خيرا فجي أحد المشركين اللي كانوا أسرين معاهم بعدها قال إيه فلما أوصى بنا محمد إيه بالصحابة يتركوا ما في أيديهم من الخبز ويعطوه لنا يعني كان زمان عند العرب إن الخبز ده بيبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا يعني أكتر من أي حاجة ممكن تتخيلوها يعني ليه إيما قوي عند العرب وحاجة يعني كانهم بيأكلوا كده حاجة لها إيما فتخيلوا إنه كانوا بنقوا أي أنضف حاجة عندهم وأحسن حاجة من الغذاء وكانوا بيقدموا للأسرة وطبعا ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استوصوا بيهم خيرا وكان بيمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرة في يوم الأيام فشاف عمه العباس وهو جالس طبعا ومكبل بالحبال فلقى يعني رذائه كان مقطع فقام واحد بقى من المسلمين بس اللي هم المنافقين كان رأس المنافقين وكان اسمه أبي بن سلول وأبي بن سلول ده كان من رأس المنافقين في المدينة فقام بقى أنه خلع بقى رداء قدام النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بنقول كده بيحاول أنه هو يعني يلفت انتباه النبي وبيحاول أنه هو طبعا هو منافق أصلا وبدأ يغطي به أو يديه للعباس طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي وفي يوم من الأيام بعد كده مر الصحابة بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا فهو مش عارف ينام فقال له ما بك يا رسول الله قال لم أنم من أنين العباس يعني من وجع العباس ومن أنينه والحبال مكبلة في يده فكان بيتألم وهو كان بيحب عام العباس جدا وبعد كده فقال لهم إيه ففكوا عنه الحبل وفكوا ذلك عن كل الأسرة يعني هتعملوا كده مع عام يعملوا كده مع كل الأسرة فبدأوا فعلا يفكوا عنهم الحبال وهو والأسرة اللي كانوا موجودين معاهم وبعد كده كانوا بيرسل الكفار بقى اللي مكة من مكة كانوا بيرسلوا أموال إنهم يفادوا بيهم الأسرة بتاعهم دول كانوا من أشرف فقال كريش وناس اللي معاها فلوس طب اللي كان فقير ما كانش معاها فلوس رحمة النبي بيهم كانت أكتر من معاها فلوس كان بيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي مقابل بس اللي كانوا متعلمين من الأسرة ما كانش بيتركه ليه لإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أرسله لأمك يعني الأمية ما كانوش يعرفه يكتبه ولا يقره ولا يكتبه لأن ربنا قال إيه وأن بعث في الأمين رسولا يعني أصلا العرب طبيعتهم ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أو المتعلم من الأسرة ما يتفكش أسره إلا لو علم عشرة من المسلمين القرية والكتابة يبقوا مهرين جدا في القرية والكتابة ففعلا كان ده بيحصل وكانوا بيعلموا كل شخص أسير يعلم عشرة من المسلمين وبعد كده يفكوا أسر بدون أي مقابل لحد ما في يوم من الأيام دخل على سيدنا محمد أحد الصحابة فقال له إيه قال له إن فيه من ضمن الأسرة ده واحد اسمه سهيل بن عمر وسهيل ده كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وكان يعني بيسب النبي والعياذ بالله فجي الصحابة ده قال له يا رسول الله يعني إيه رأيك إن احنا نخلع عسنانه حتى لا يستطيع أن يسبك في أي مجلس يعني ما يقدرش يهجوك ولا يسبك في أي مجلس فقال له صلى الله عليه وسلم لا لا أمثل به فيمثل الله به صلى الله عليه وسلم يعني ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيم حتى بالأسرة الكفار اللي كانوا بيسبوه وبيئذوه عمره ما سب حد ولا أز حد وجاء ولا قادر إن هو يدر حد حتى وهو أسير تحت إيده بعد كده جي في يوم من الأيام كان فيه شخص في المكة كان اسمه عمير ابن واهب وكان جالس هو واحد اسمه صفوان ابن أميان دول كانوا جالسين في الحجر عند الكعبة يعني في حجر إسماعيل عند الكعبة هم قاعدين بقى بيفتكروا اللي حصل فيهم بفهم معركة أو غزوة بدر ولا أصابهم بقى من الهم والحزن وبعدين عمير ده بيقول صفوان لو لدين علي وعيالي أخاف عليهم لذهابتوا إلى محمد فقتلتوا فجي صفوان قالوا أما دينك هفع علي يعني فلوسك دي أنا هدفعها لك هسدها عنك وعيالك عيالي يعني خلاص كده ما عندكش حجة روح بقى وقت المحمد فجاء عمير راح لبيته وخد صيفه وسنه وحط في الصيف بتاعه السم وبعد كده راح للمدينة وكان عمير ده من ضمن الأسر اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه فلما راح للمدينة بقى عشان يقتل سيدنا محمد شافوا مين شافوا سيدنا عمر بن الخطاب فقال هذا عدو الله والله ما جاء إلا لشر يعني هو أول ما شافه قال ده ده عمير ده ما جاش إلا لشر لأنه هو من الكفار لسه يهودي فمسك به ودخل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له هذا عمير عدو الله يا رسول الله فقال وكان سيدنا عمر بن الخطاب أمر الأنصار أنهم يلتفوا حوالين النبي خوفا من أن عمير يأذي النبي فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أو الأنصار أنهم يقفوا جنب النبي ليحموا وبعد كده لو هو ماسك بقى عمير ودخل عند الرسول الرسول قال له أتركه يا عمر يعني سيبه فلما سابه دخل فقال له أنعم صباحا فقال صلى الله عليه وسلم عمير بالي بيقول للرسول فقال أنعم صباحا فقال له رسول الله قد علمنا الله تحية أحسن منها السلام تحية أهل الجنة يعني ربنا علمنا تحية أحسن من اللي انت بتقولها دي فجي الرسول سأله قال له ماذا تفعل بسيفك يا عمير فقال وما يغني عنا سيوفنا وماذا صنعت لنا في بدر يعني عملت لنا ايه سيوفنا في بدر يا رسول الله فقال وما جاء بك قال جئت من أجل ابني فقد كان أسيرا عندك أو عند رسول الله في بدر فقال النبي أو ذاكا يعني هو دا اللي جابك قال له آه فقال له صلى الله عليه وسلم لا بل جلست أنت وصفوين في حجر الكعبة تتذكرون ما حدث ببدر ثم قلت له لو لا دين علي وعيالي فتحمل صفوين علي كذلك فلما سمع عمير بقى بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له دا استغرب قال دا ما فيش حد كان قاعد في حجر المكة إلا أنا في حجر سيدنا إسماعيل إلا أنا وصفوين فأول ما سيدنا محمد بلغوا بالحوار اللي ضار بينهم فقال له أشهد أنك رسول الله والله ما علمت أحدا إلا أنا وصفوين يعني ما فيش حد عارف اللي حصل دا إلا أنا وصفوين وجاء سيدنا محمد أمر الصحابة أن هما يعلموه أمور الدين ودخل في الإسلام وطرق سيدنا محمد أسيره طبعا اللي هو ابنه وعاد به إلى مكة ورجع لمكة هو ومعاه ابنه وبيدعوهم إلى الله ورسوله وجاء ليقتل النبي فرجع يدعو إلى النبي والإسلام اللهم أكبر الله أكبر سبحان الله اللهم هدنا في من هديته اللهم أمين يعني داخل وهو في قلبه كره طبعا وحاجده وحاجد يقتل النبي ورجع سبحان الله من المسلمين بعد كده حصلت بقى موقعها مهمة جدا أو غزوة مهمة جدا وهي بني قينقاعة بني قينقاعة دي أشد عداء لرسول صلى الله عليه وسلم هما كانوا موجودين في المدينة من عداء النبي كانوا موجودين في المدينة بس عشان الصحيفة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عملها أن يبقى فيه مؤخرة أو يعني فيه تعايش بين المسلمين والأنصار والكفار واليهود والمشركين كل الموجود في المدينة بقى فيه تعايش بينهم وفعلا كان موجود بني قينقاعة ودول كانوا بدأوا بقى أن هما يحاولوا أن هما يوقعوا بين المسلمين وبعض فكان فيه مرة جلسين كده يعني هو موقفين حصلوا قبل ما الرسول يخرجهم من المدينة أول موقف كان فيه قابلتين أو اللي هو الأوس والخزرج دول كانت قابلتين كانت الحرب دامت بينهم طويلة جدا وفي الحرب دي مات فيهم كتير قوي عدد كتير قوي كان يوم الحرب دا كان اسمه يوم البعاث فاليوم دا فقعدوا بقى واحد من المشركين من اللي هما اليهود دول وبدأ أنه قعد بينهم فضل يفكرهم بقى بالحرب اللي بينهم وبدأ يسخنهم على بعض فقاموا وبدأوا أنهم قالوا إن شئتم أرجعناها جزعا يعني لو أنتوا واحد منهم بقى قاموا قال لو أنتوا عايزين الحرب دي ترجع من الأوس والخزرج هنرجعوها تاني وقاموا بدأت أن كل واحد فيهم يجهز نفسه للقتال ورح بيته عشان يجهز نفسه للقتال فجي رسول الله عرف كده وقال لهم يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بينكم أبعد أن من الله عليكم بالإسلام أبي دعوة الجاهلية يوقع بينكم يعني بعد ما كنتم خلاص ربنا من عليكم بالإسلام وربنا هداكم والحرب وقفت وأنا موجود بينكم وأن أنتوا ترجعوا الحرب تاني فبدأوا يهدوا تاني وعرفوا أن دا يعني اليهود هما اللي حاولوا يوقعوا بينهم وكانوا بقى يهود بين القينقاع وقينقاع دول اللي كان عندهم سوق والسوق دا كانوا بيبيعوا فيه ايه دهب ومسوغات وسلاح وكل حاجة وبعد كده جت امرأة من المسلمين كانت طبعا مدارية وجهها فكانت عايزة تشتري من السوق دا من الزهب يعني فلما راحت تشتري من السائغ والسائغ دا كان من اليهود فقالوا لها ارفعي أو اكشفي وجهي فلما رفضت الست ديات أن هي ترفع وتكشف عن وجهها فقام واحد من اليهود من خلفها بقى وربط الرداء أو طرف الجلبية بتاعتها برقصها يعني بالحاجة اللي لابسها على رقصها عشان لما تقوم يقوم يترفع الرداء بتاعها وتنكشف عورتها فلما حصل كده وكشف تعورتها لما قامت وكشف عورتها طبعا قعدوا يتحقوا عليها اليهود فقام واحد من المسلمين فرح للسائق دا وقتلوا طبعا شهامة ورجولة يعني وغيرة على النساء المسلمين طبعا فما عجبهوش الوضع فقام وقتلوا فجوم اليهود التفوا حوله وقتلوا فوصل للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل دا فاجي صلى الله عليه وسلم قال لا عهد بيننا وبين بني قينقا وبدأ يحصرهم 15 ليلة وهم قاعدين في حصومهم خايفين لأنهم أصلا طبعهم جبنة وطبعا كانوا مرعبين جدا استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده دخل عبد الله ابن أبي بن سلول وقال للرسول يعني كان هيبدأ بقى الحرب معهم فقالوا هقتقتل ربعمائة رجل وتلتمية مسلحون يعني هم كانوا على بعد سبعمائة رجل قافوا عنهم فلما عاف عنهم رسول الله خرجوا من المدينة وانتهى العهد مع اليهود دول وطبعا خلصت المدينة منهم ومن شرهم في المرحلة دي كانت بس قبل في وقت الأسرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم من الأيام وبعدين لقى أحد داخل عليه بالقلادة بتاعة السيدة خديجة رضي الله عنها القلادة دي كانت مديها يعني زي عقدة كده كانت مديها لبنتها السيدة زينب أول ما تزواجت وبعدين كان السيدة زينب كان جوزها اسمه أبو العاصي بن الربيعة ده كان من المشركين اللي أسره في الحرب يعني هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أسير فسيدة زينب بعتت القلادة بتاعت والدتها دي علشان تفك أسر زوجها طبعا هي كانت بتحبه جدا وكان لسه طبعا ما نزلش في الشرع أن الإسلام بيفرق بين المشرك والمسلم في الزواج فكانت السيدة زينب لسه متزوجة وهو كان مشرك وبعد كده بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما شاهد القلادة قال للصحابة قال لهم إن شئتم أتركتم أسيرها وأعطيتموها القلادة يعني دي حاجة ترجع لكم لو أنتوا عايزين ترجعوا لها القلادة بتاعتها وتفك أسيرها يبقى قطر خيركوا شوفوا وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني الرسول كان ممكن يؤمرهم بس إنما هو لا طبعا هو مشورة أول حاجة بينهم وتواضع واحترام ليهم يعني عامل حساب للصحابة عشان محدش يقول إش معنى يعني بنتك أو جوز بنتك فهو الرسول إديهم هما اللي هما إن هما يتحقق يعني يحكموا بينهم يعني فأول ما قال لهم كده طبعا وقال لهم إن انتوا تتركوا لها القلادة لأن القلادة دي كانت المفروض أي الأسير لما كانوا بيبعثوا أي مال كان المسلمين بياخدوه فالقلادة دي كانت غالية عليه طبعا جدا لأنها كانت قلادة سيدة خديجة فقال لهم يعني وإن شئتم اتركوا لها قلادتها يعني ففعلا تركوا القلادة وتركوا جزها اللي هو أبو العاصي بس وهو ماشي يعني الرسول قال له قال له إن هو يرسل إليه زينب فقد فرق الإسلام بينكم يعني الإسلام نزل بقى الشرع إن ما ينفعش تفضل على زمتك وفعلا رجع أبو العاصي ومعاه القلادة للسيدة زينب وقال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم عايزها ترجع لأن الإسلام فرق بيننا وبعد كده وبعت معاها كانانة بن الربيع اللي هو أخوه علشان يوصلها فهو هو بيوصلها طبعا خرجوا من مكة وهي راجبة طبعا على الجمل فأول ما شافهم الكفار راحوا وراهم فواحد أخذ بسيفه وفضل يضرف النقا بتاعتها لحد ما يعني وقعت السيدة زينب من من على ظهرها يعني وبعد كده وقعت السيدة زينب وكانت حامل فطبعا سقط الحامل بتاعها وفضلت تنزف فرجعت فأول ما شاف بقى الموقف ده أبو صفيان فقال فقال اللي هو كاننا ابن الربيع قال له اللي قد أخطأت يعني أنت إزاي تخرج بيها في النهار يعني أن أنت معناها كده أن أنت مش عامل حساب والاعتبار بعد اللي حصل طبعا في غزوة بدر وأن الكفار قاعدين وانت بتخرج بيها في عز النهار كده وقدم عينيهم فده كإغازهم أو يعني فيعني قال له كنت خرجت بيها بالليل وفعلا رجعت السيدة زينب تاني ولحد ما بعد كام يوم تعافت وبعدين زهبت بقى للرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي الوقت ده كان سيدنا محمد قبلية طبعا كان عايز يتزوج من حفصة بنت عمر ابن الخطاب فسيدنا عمر ابن الخطاب بعد ما حفصة جوزها توفى راح لسيدنا عثمان ابن عفان عشان يجوزوا بنته فسيدنا عثمان قال له يعني لا حاجة تليئة بها يعني أنا مش محتاجة يجوز وبعد كده راح لسيدنا أبو بكر فسيدنا أبو بكر ما ردش عليه فبعديها بيومين طلبها سيدنا محمد للزواج وفعلا تزوجها فسيدنا عمر بيقول يعني هو ما زعلش من سيدنا عثمان لأن رده عليه إنما زعل من سيدنا أبو بكر عشان ما ردش عليه فجي سيدنا أبو بكر قال له إن هو كان قاعد في مجلس مع رسول الله فجات سيري تيه سيدة حفصة فسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فخاف إن سيدنا أبو بكر يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو عايز يطلب إيديه ويتقدم لها فما رضيش يتكلم ولا رضي يرد على سيدنا عمر يعني شوفه من وفاء سيدنا أبو بكر ومن صدقه ومن أمنته لأنه فعلا يعني كان صادق جدا وكان فعلا هو يعني لقب بالصديق وكان يعني ما بيفشيش سر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما تسأل سيدنا محمد من أحبه الناس إليك قال عائشة قالوا ومن الرجال قال أبوها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فهي دي الصدقة هو ده الوفاء وبعد كده دي جي بعد كده دور السيدة أمه كلسون كل الأحداث ديت كانت في سنة اتنين من الهجرة بعد غزوة بدر فجي سيدنا أبو بكر كان داخل على سيدنا عثمان ولقى حزين جدا فبيقوله أنت يعني حزين ليه يا أبو بكر فطبعا هو كان حزين على فراء زوجته سيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني وكان حزين عليها أكتر أنه يعني تقطع الصهر بينه وبين النبي فقال له يعني أن تقطع الوصل بينه وبينك فده طبعا كان مزعله قوي فجي سيدنا محمد قال له أمراني الله أن أزوجك أم كلسون وربنا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى أنه يزوجه السيدة أم كلسون وسمي سيدنا عثمان بن عفان ولقبة بزين نورين لأنه كان على زمته اتنين من النور وهي طبعا أنهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم لها سيدة رقية رضي الله عنها والسيدة أم كلسون ومن هنا خلصت بقى الحلقة بتاعتنا وإن شاء الله حنبدأ بقى في الحلقة الجاية في غزوة جديدة وسيرة جديدة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما ننساش ندعي أخواتنا في فلسطين ربنا ننصرهم ويثبت أقدمهم ويدوج رحاهم اللهم أمين ولا تنسوني في خالص الدعاء وما تنسوش العجاب بالفيديو فضلا وليس أمره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر